السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهارة جماعة سنتكلم عن سين ووجيم كل ما تريد معرفته عن امتحانات الجامعات وتفاصيل الفصل الدراسي الثاني العديد من التساؤلات تشغل طلاب الجامعات وليالهم حول تفاصيل اتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني فيما يلي يجيب على ابرز عشر اسئلة تدور في ازهان طلاب الجامعات وهو السؤال الاول متى تنعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول وزير التعليم العالي اكد ان الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الاول بدءا يوم السبت الموافق 27 فبراير حسب الجداول التي تعلنها الكليات والمعاهد طيب سنة اثنين متى سيتم اعلان جداول الامتحانات الفصل الدراسي الاول للجامعات ستعلن الكليات جداول الامتحانات في مواقعها الاكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كافي ثلاثة هل هناك اتجاه لاستبدال الامتحانات الفصل الدراسي الاول بابحاث نفت وزارة التعليم العالي استبدال امتحانات الجامعات والمعاهد بابحاث او اختبارات الالكترونية باستثناء بعض الجامعات والكليات التي اعلنت ذلك مسبقا اربعة هل يحق للطلاب تقديم طلبات لتأجيل العام الدراسي اكد الدكتور خالد عبدالغفار انه يمكن لاي طالب تقديم طلب الى ادارة الكلية لتأجيل العام الدراسي ان اراد زائن اراد زالك وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة دون احتساب زالك العام الدراسي عام رسوب وزالك وفقا لللوائح والقوانين سين خمسة ما مصير طلاب الجامعات الخاصة الدكتور محمد حلمي الغر امين المجلس الاعلى للجامعات الخاصة اكد ان ما ينطبق على الجامعات الحكومية ينطبق على الجامعات الخاصة فيما يقص قرارات استيناف الدراسة واعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول باب ستة جماعة قالت متى يتم تسكين الطلاب بالمدن الجامعية اعلنت الجامعات انه سيتم ترحيل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية اسبوع واحد وزالك بعد قرار مد اجازة الفصل الدراسي الاول على ان يتم التسكين وفق جداول معلنة سابقا وقبل امتحانات الفصل الدراسي الاول باب سبعة متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات من المقرر ان تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 27 فبراير المقبل وذلك بعد قرار لجلة ادارة ازمة كورونا بمد اجازة منتصف العام اسبوع واحد تمانية ما مصير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تطبيق التعليم الهجين الذي يعد مزيجا من التعليم وجها لوجه والتعليم على بعد في الفصل الدراسي الثاني تسعة ما هو شكل حضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي اكد ان حضور الطلاب للدراسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من ثلاثة الى اربع ايام واخرين يا جماعة السؤال العاشر متى ينتهي الفصل الدراسي الثاني من المقرر ان يجتمع المجلس الاعلى للجامعات يوم الخميس المقبل لبحث الخريطة الزمنية للعام للعام الجامعي ومن المتوقع ومن المتوقع ان يتم تعديل خريطة العام الجامعي نظرا لطول فترة اجازة الفصل الدراسي الاول وذلك الاستكمال الخطة الدراسية لكل التخصصات العلمية وبكده يا جماعة جوابنا على العشر اسئلة بتاعة وزير التعليم العالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمر لايك وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته